السلام عليكم كي جاكم المنتخب المغربي اليوم الناس اللي يتفرجوا في المعطش كي جاكم المعطش مم؟ مقابل وديا ولكن هذا رأيي انا انا بليا ذاك شي نقص بزاف مرعش هذا هو المستودي للمنتخب المغربي وخوي الديا وخغير الاداء الاداء كي مخل وليد الرجالي الاداء ها هو الاداء عقلته عليها من اللي قال الاداء سي وليد ما زالت تسنى الخدمة كبيرة في المنتخب لان هذا المستوى ماشي هو المستوى للمنتخب المغربي مثل اول افريقيان اول عربيان وافريقيا ماشي هي اوروبا افريقيا عالم خور كورد يالها بوحدة سي وليد رأي خاص وخدمها اليوم شفنا المات للهجوم للوسط للاجنيحة شفنا اقرد هو اللي يحصر دوك جوجو بيوتا اللي باينة واضحة تبارك الله عليه تبارك الله عليه نقص بزاف وماشي هذا هو المنتخب اللي شفنا في 2022 او من اسبانيا وفرانسا والبورتوغال بلجيكا و هولاندو رجعنا وثاني واحلين معه نسميته وغادي نحلو معه طانزانيا ورأس الاخدار نرجع وثاني كما كنا مع ايام الطوصي عقلته على ايام الطوصي هؤلين نطلبه الشهل افريقيا هذا هو المستوى صراحة وحاجة اخرى اللي بغيت نعرف هذا رأييي انا شوف هاتش يتنقول انا رأييي انا ماشي قتلك انا وخادي تقول لي مقابلوي الديال مدرب ما غاديش يبين الاداء دياله باش الفرق ولكن اخويا رابان المستوى اخويا لعب الكورة متع الجمهور اللي حاضرتهم خرج لعب الكورة اشي انت لا اجنيحة الكورة تضيع بزاف ديف اسميته الوسط ما كاينج بلاس المرابط باينة كما قلت لكم ده بان اللي بغيت نعرف اسميته معنى الشي واحد رأس الحربة في العالم مثلا شي لاعب مغربية يلعب في اوروبا والذي يلعب في الخليج ولا في البطولة الوطنية شي واحد رأس الحربة يكون خفيف واسميته يكون تعرف يراوغ يكون في المستوى اراه نصير يا اخو يرجع لكي مكان عود ثاني من سيعرف من اللي من اللي يصري الكعبي واخذ جد اللي بيت اي مزيان ولكن الكعبي رديج جربناه وعود جربناه ورجعناه وعود ثاني مشاوه شي واحد شي واحد شي رأس الحربة يكون خفيف حال مبابي او لا مهم اليوم رأس ماشي هذا هو المستوى دي المنتخب المغربي السوالي تتصنى الخدمة كبيرة في المنتخب المغربي لانه رأغا دي الكاس افريقيا من الزال ما تشجي مع ليبيريا نزيد ونشوفو نتاكدو نشوفو التشكيلة باشغي العاب الرسمية اذا كانت حاليو روالو الاخوة اليوم والو لا متعة لا كورة لا والو تسعين دقيقة مشي تغيهوكك هادو احدهم اكتر منا المهم اذا رأي انا المهم اذا رأي انا اكتبوا لينا في التعاليق